كل عام تعود ذكرى أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتذكر الأمريكيين والعالم بمأساة كلفت الكثير من الخسائر البشرية والمادية ورغم أن الهجمات الإرهابية على نيويورك كلفت تنظيم القاعدة 500 ألف دولار تقريباً إلا أنها كبدت الولايات المتحدة 3.3 تريليون دولار موزعة على كافة القطاعات أي ما يعادل 7 ملايين دولار مقابل كل دولار أنفقته القاعدة على تخطيط وتنفيذ تلك الهجمات 55 مليار دولار خسائر مادية من بينها 8 مليار دولار لإعادة إعمار مبنيي التجارة العالميين ومليار دولار لمبنى البنتاجون 123 مليار دولار خسائر اقتصادية من بينها نحو 63 مليار دولار لقطاع الطيران حتى عام 2010 بعد تراجع عدد السياح وارتفاع أسعار الوقود بسبب الحربين في أفغانستان والعراق وكان قطاع الطيران خسر 1.4 مليار دولار بعد توقف لأربعة أيام عقب الهجمات و385 مليون دولار قيمة الطائرات الأربع التي تحطمت كما تكبدت الفنادق والمطاعم خسائر بأكثر من 60 مليار دولار في عشر سنوات و23 مليار دولار في قطاع الأعمال فلولا الهجمات لكانت الولايات المتحدة استقبلت 78 مليون مسافر بمتوسط إنفاق يبلغ أكثر من 600 مليون دولار في الاقتصاد المحلي كما خسر سوق العمل 83 ألف وظيفة أي ما يعادل 17 مليار دولار من الرواتب أما تعزيز دور وكالات الأمن القومي فكلف الحكومة الأمريكية 589 مليار دولار فيما تشير التقارير إلى أن 589 مليار دولار أخرى ستذهب إلى سداد فتورة التأمين الصحي للمحاربين القدامة في حربي العراق وأفغانستان في المستقبل أما تكاليف الحربين فاختلفت التقديرات لدرجة أن وصل بعضها إلى 6 تريليون دولار